خلفت وفاة طفلة سعودية مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي خلفت حزنا كبيرا بين متابعيها بسبب قصتها الإنسانية الطفلة السعودية نوال الغامدي التي اشتهرت على مواقع التواصل بمحاربة السرطان توفيت بعد معاناة سنوات مع مرض سرطان الغدد اللنفوية ونعاها مئات الآلاف ممن علموا عن قصتها اليوم أنا حاليا محتاجة تبرع صفايا خسرت الطفلة السعودية نوال الغامدي معركتها مع مرض سرطان بعد أن شكلت قصتها مادة تحدي وصمود على مواقع التواصل الاجتماعي رواد تلك المواقع صدمهم خبر وفاة الغامدي وهم الذين تفاعلوا على مدى أعوام مع مرضها بعد أن أبقتهم على الطلاع وتواصل رغم ظروف المرض الصعبة الطفلة اشتهرت بنشرها مقاطع فيديو تروي فيها حكايتها مع المرض الخبيث التي أصيبت به منذ الصف السادس وصولا إلى الصف الثالث المتوسط أي دامت مقاومتها للمرض الشرس ثلاث سنوات وفي مقاطع فيديو الطفلة نوال التي تجاوز عدد متابعيها التسعمائة ألف شخص أظهرت الفتاة الصغيرة تفاؤلا وعزيمة وإيمانا رغم مرضها ومعاناتها ما أثر في كل من يتابعها فقبل رحيلها قدمت نوال الشكر لكل من تعطف معها لسيما عائلتها وقالت حينها إن دعمهم ساعدها على الصمود طيلة تلك الفترة على مواجهة ما اعتبرته امتحانا من الله طفلة السعودية ومن خلال رسائلها المتعددة لمتابعيها كانت قد عبرت عن الأمل بأن يتذكر الجميع ابتسامتها التي لم تفارق براءة وجهها رغم آلام المرض الذي أنهى صمودها وأزدل استثارة على قصتها الحزينة والجريئة في الوقت نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر